تفتح هذه الصور مجدداً الرفاهية التي يعيش فيها رأس النظام السوري منفصلاً عن المأساة التي يعيش فيها الشعب على حد سواء وخصوصاً في المناطق التي تخضع لسيطرته بينما يتنعم ألو الأسد وأقاربهم بالرفاهية المطلقة ينتظر عشرات آلاف السوريين في طوابير يصلون ليلهم بنهارهم للحصول على المحروقات لسياراتهم أو الخبز أو الغاز المنزلي في واقع اقتصادي يزداد مأساوية بسبب حصر ثروات سوريا بيد النظام الذي بدوره أعطى امتيازات تصل إلى حد البيع للروس والإيرانيين مقابل حمايته من السقوط المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جول الريبرين أكد من جانبه أن عائلة الأسد وأعوانهم يعيشون في رفاهية وثراء على حساب السوريين فضلا عن ارتكابه أعمالا همجية ضدهم وهو ما سيدفع واشنطن لاستمرار فرض العقوبات على النظام السوري هذه الشروط التي أعلنتها واشنطن لإيقاف العقوبات الثانية تعود بالقضية السورية إلى القرار الأممي 2254 ومقررات جونيف التي لطالما لعب النظام عليها إلى جانب روسيا وقام بتدمير المدن السورية وتهجير أهلها واحدة تلو الأخرى حتى إدلب لا يتضح تماما مدى جدوى العقوبات الأمريكية على النظام السوري لكنها قيدت في الواقع العديد من رموزه الاقتصادية والعسكرية وصولا لزوجته ونجله لكن الأساس في المأساة السورية يتمحور كما يرى مراقبون بالموقف الأمريكي نفسه الذي كان متأرجحا طيلة سنوات الثورة بينما تعزز الدور الروسي ليفرض على السوريين ألوانا من الموت اليومي هي العدلات لا غيرها ما يبحث عنه السوريون وتعود بهم لتذكر البدايات بانتظار تحقيق رؤى الثائرين ليزهر الربيع الذي تحول غصبا حربة لصراع دولي لا ينفق يكون مزاحما لثورة تريد الحرية بعيدا عن الاستبداد ترجمة نانسي قنقر